فإذا كنت مدير تنفيذي وما تفهم حاجة اسمها KPIs ما ينفع تدير تنفيذيين لازم تعرف كيف تضع مؤشرات أداء رئيسية مرتبطة بأهداف الشركة مرتبطة برؤية الشركة ورسالتها وقيمها وتتأكد أن هذه المؤشرات تغطي كل أداء الشركة يعني ما في قسم عنده مؤشرات والقسم الثاني قاعد فرحان مرسود حضرت مرة اجتماع رؤساء مزارة بيستمع لتقارير الموظفين الرئيسين وكنت أنا حاضر معه صفتي مستشار كنت أستمع للمدراء اللي بيتكلموا وكنت أعمل تحليل فأحد الموظفين بدأ تقرير والثاني عنده إكسل وأرقام والثالث الرابع جاء قال ها كيف الأمور عندك قالوا تمام طويل العمر أمور زي الفل شكرا لك ومشي علي بعده هنا في مشكلة كيف يكون فيه هنا تكتشف أنه ما فيه ستاندرد أداء كل من بيلقي التقرير تبعه بالطريقة اللي تشوفها مناسبة وهذا أكبر مؤشر على أنه هذه الشركة ما فيها نظام إدارة أداء وهذه مشكلة لازم يكون فيه نظام لإدارة الأداء